رئيس المجلس رياض أرمانيوس فقال إنه تم التوصل إلى عدد من الاتفاقات بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين وفي مقدمتها الاستفادة من الخبرات المصرية لإنشاء مصنع لسكر البنجر وإقامة منطقة صناعية مصرية بالسودان إحنا الحقيقة معتزين إنه إن تكون مصر هي مكان الاجتماع الأول لهذا المجلس الأعمال المصري السوداني المشترك ونتمنى إن شاء الله أن يكون فيه اجتماعات متوصلة نقدر نوصل فيها لخير لمواطني البلدين التوصيل الرابع الحقيقة كانت إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الاستثمار في إنشاء وتشغيل مصنع سكر البنجر بولاية الجزيرة السودانية النقطة الخامسة حس المسؤولين من كل البلدين في منقشة الموضوعات الفنية متعلقة بإقامة المنطقة الصناعية المصرية في السودان اللي تم تحديدها بمساحة 2 مليون متر مربع بولاية الخرطوم بمنطقة الجالي النقطة السادة إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في إنشاء شبكة من الطرق والسبل النق بهدف التنمية الشاملة وتنمية المواني البحرية أيضا